عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ محمد ربيعي ديه البحث في الشان التركية أستاذ محمد أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا فانديم وأستاذ المشاهدين طيب 46 عام حكم على طالب بسبب توقيعه على بيان احتجاجي هذا ما ذكروا النائب التركي في البرلمان ماذا في تفاصيل هذه الأمور؟ تفاصيل مسألة التلفيق أو مسألة أنه يتم اتهام الشباب المعارضين بتهم وتأخذ كل هذه السنوات في الواقع النظام التركي دائما اعتدى قمع حتى المعارضين السياسيين أو من ينتمون أو يشتغلون في المجال السياسي إضافة إلى قمع وسجن الأطفال فيها الداخل التركي فنحن ننظر مثلا إلى أطفال لم يتجاوزوا ومرهم على تجين من 6 سنوات أو 7 سنوات هناك أكثر من ألف طفل داخل السجون التركية أيضا الطلاب الجماعيين لم يسلموا من قمع أردوغان ومن سياسات أردوغان اتجاه من يعرضه فمن يعرض الآن هذه السياسات يلقى في السجون يواجه اتهامات كثيرة منها انضمهم لجماعات إرهابية إهانة الرئيس وغيره هناك العديد جدا من الملافات هي الداخل التركي يستحق أردوغان ويتهم وينتهت من خلال حقوق الإنسان على رأسها خضايا يتلفق لبعض الطلاب الذين يعرضون تياسات أردوغان والذين يعني يتواصلون خلال السوشال ميديا أو أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة ويكتشفون ما يفعله أردوغان في الخارج ويكتشفون الوضع القضيح عن تياسات أردوغان في الخارج خاصة كنا نتحدث على أن هذه السياسات أضرت كثيرا في الداخل التركي وأضرت بالاقتصاد التركي في الطلاب والشباب هم الجيل المستقبل الآن يعانون من ارتفاع كبير في معدلات البطالة نحن نتحدث عن استفاع يعني يصل إلى 12 أو 15% معدل بطالة في الداخل التركي هناك أرقام مفزعة لحد أو حط الفقر الذي يعاني منه المواطن التركي هناك الكثير من المواطن الآن تحت حط الفقر نحن نتحدث عن أكثر من 48 مليون مواطن تركي تحت حط الفقر في تركيا هناك الكثير من الانتهاكات تأجراء يعني تياسات أردوغان طيب أستاذ محمد هل هناك إدانات دولية يعني نعلم بأن هناك تقارير وتحقيقات استقصائية بتتم من قبل وسائل أعلام غربية ولكن هل هناك إدانات دولية من منظمات من دول يعني لوضع عموما حقوق الإنسان داخل تركيا في الواقع هناك إدانات دولية من منظمات دولية كبرى فمثلا المطاعة السميرة للحقوق الإنسان أرتبع الأمم التاحلة أدانة حقوق الإنسان في تركيا وأدانة ملف حقوق الإنسان في تركيا أيضا منظمات أخرى سواء كانت حقومية أو غيرها أدانة هذا الملف الذي كثيرا من تحكاته وتركيا هناك دول أدانة هذا الملف منها فرنسا ومنها مصر وغيرها هناك دول كثيرا متدين سياسات أردوغان في الداخل التركي وخاصة انتحاك وحقوق الإنسان ولكن ماذا تقع هذه الدول وما هي العقوبات التي تقرد من قبل هذه الدول ربما كان أولى هذه العقوبات هو ما فرضه الاتحاد الأوروبي هذا العام من رفع أو تخفيض المساعدات التي تقدم من تركيا نظرا لسوء الأوضاع حقوق الإنسان في تركيا وانتحاك حقوق الإنسان في الداخل التركي أحيانا بتترجم أيضا لسحب استثماراتي أستاذ محمد بمعنى أنه في دول من دول الأوروبية ترجعت استثماراتها بشكل كبير في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية وكان دائما التفسير بيكون على أنه رغم أنه في الظاهر تبدو أنها دولة مستقرة في الداخل ولكن دائما الاعتراض بيكون على موقف حقوق الإنسان ترجع الاقتصاد لحد كبير وبالتالي بتسحب هذه الدول استثماراتها من مؤكد هناك دول كثيرة سحبت استثمارات في الفترة الأخيرة نظرا لملف حقوق الإنسان ونظر للسياسات الخارجية التركية التي أدرت كثيرا بالاقتصاد التركي والتي أيضا أدرت بسمعة تركيا الدولية الآن تركيا ليس لديها تمعة دولية محترما الآن الجميع بات ينظر إلى تركيا على أنها راعي الإرهاب على أنها تدعم ملف الإرهاب في العالم أنها تدعم الصراعات سواء كانت العرقية أو الطائفية في جميع الدول وتغذي هذه الصراعات من أجل مكافب أو غيره الآن بات العالم ينظر إلى هذه السياسات ولهذا وبات المستخدم يرى أن تركيا ليست بلد آمنا بل أنها بلد تستغيل الاستثمارات في دعم ملفات زي ملف الإرهاب أو في الضغط على دول أخرى وغيرها هذا ما تفعله تركيا وهذا ما يفعله أردوغان وبلذلك نجد كثيرا جدا للأستثمارات الأوروبية الآن حرف لماذا في رأيك لما تذهب مثلا وفود من هذه الدول أو من المنظمات التي دائما ما تتكلم عن حقوق الإنسان إلى السجون في تركيا أو تصل إلى هذه الأماكن وإلى هؤلاء الطلاب أو المعتقلين وتناقش وضعهم حتى لو وصلت إلى هؤلاء الطلاب وإلى هؤلاء المعتقلين ونقشت وضعهم فما هي النتاج الثالية التي مورثت أو ماذا فعل الحكومة السركية لإنصاد هؤلاء الشباب وإنصاد هؤلاء الطلاب لم تفعل شيء إنما تركتهم لدغوث أخرى هو تركتهم لمعاناة أكثر بل أن طمع النظام التركية يزداد يوما في الغالق في ظل سياسات عن سرية كثيرة جدا وفي ظل سياسات ربما يحرز بها الداخل التركي أكثر هناك الآن الكثير من المعرضة بل أن النظام التركي الآن يبني أكثر من 200 سجن من المفترض أن ينتهوا بحلول 2020 يعني من فقط من 2018 إلى 2020 هناك أكثر من 200 سجن بجد يبنون في تركيا كل هذا على مرأة ومتمع ونظام التحدث أنني أبني سجود جديدة أنني أفعل كذا وليس هناك عقوبات راضقة أو قوية بلسال اتجاه هذا الملف وخاصة أن أردوغان يستخدم أوراق الضغط أخرى للضغط على دول لأغض المساعدات بالقوة مثل ملف عودة الدواعش ومثل ملف أيضا طيب يهدد أوروبا أستاذ محمد لكن بماذا يهدد الولايات المتحدة الأمريكية لماذا لا يتخذ الولايات المتحدة موقف صريح ضد تركيا في رأيك في كثير من الملفات ليس فقط في ملف حقوق الإنسان اللي دائما ما تتحدث عنه الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية لا تستخدم إجراءا حفا الآن في هذه الفترة لأن إدارة ترامب الآن ليس لديها الرغبة في خوب قروف المنطقة وهي بدأت الآن في الانتحاف كثير من الملفات أيضا ترى وتدرك أن ياسد أردوغان ستأتي به في الهاوية وأن من سيحاكم أردوغان هو شعبه نظرا لهذه الجرائم التي يفعلها أردوغان أيضا هناك الآن معارضة قوية وجميع يعلم ذلك لذلك المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة يعني تنتاج سياسة أكثر صبرا مع تركيا خاصة أنها كانت تنظر لتركيا في فترة من فترات على أنها خطت بسعر أول اتجاه روسيا لأن تركيا ربما كانت ربما اتعادت سعليا عن الولايات المتحدة وبدأت تهدد سياسات الولايات المتحدة في المنطقة ولكن هي تدرك أن هذا الابتعاد هو اتعاد مصدد بشخص أردوغان حينما يرحل أردوغان فيرحل معه هذا الابتعاد بل فترات تركيا أكثر اتجاه الولايات المتحدة وأيضا أن الولايات المتحدة صرى في أن أردوغان باتت أيامه معدودة في الحكم وأنه ربما يرحل نتيجة مصالب كمهارية البعض بيشير إلى هذا الطرح فكرة أنه بتنتظر أنه يتم رحيله أو الزج به من الداخل التركي عن طريق الانتخابات المبكرة لكن حتى تتم هذه الانتخابات المبكرة لا نعلم إلى أي مدى سيقوم بمثل هذه السلوكيات المؤكد أن أردوغان ما زاله مستمره في انتهاج هزيز بالسلوكيات المعادية حتى أن يتم الزج به فعليا مصدد الضغوط الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة وهذا بالفعل ما يتوقع الكثيرون فكرة أنه الورقة الأخيرة هي في يد الشعب التركي والمعارضة التركية أيضا أشكرا جزيلا شكر محمد ربيعا لديه الباحث في الشأن التركي على كل ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر